السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وكملين بكم على خير مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم كيف كتشوفوه جيبتلكم هاد مصدق او لصدر ديال الجيلاتين كيجي نصدق في جلابة كيجي رائع ومزيون ومبدل بقو معاية الاخر الفيديو باش عرفوا التفاصيل مشاهدة ممتعة بالنسبة لهاد مصدق اول حاجة اللي كنحتاجوها هي الوريقة كيف قلتلكم دائما كتكون عليها تشكل بالمورة بعد باش كنقدرو نخدمو عليها بسهولة ونخدمو الزوقة اللي بغيناها بلا ما نقطعو الجيلاتين هو اللي اللي عاد نخدمو عليه حيت الجيلاتين يقدر يمشينا هكذا او لا يتخربق لنا ونزدقو دك الساعة الزوقة جتنا عوجها وبالنسبة اللي بنات اللي كي سقسوني على الجيلاتين را عشرين درهم للميترو انا كنشريه من عند جامل مول الحجر بالنسبة للبنات اللي جدادي بالنسبة لهاد الخدمات الجيلاتين بززاف ديال البنات اللي قالولي نعملو نعملو معفوان الاشكال ديال نصق مختلفين على دكشيف هاد الايامات كنخدمولهم حيت مزيونين وكيجون مدلين وكيف كتشوفوا اليوم اغنصق عليها هاد الوريدة هاد اللي كتشوفوها معايا هاد الوريدة كتجي اغلب يوم ونصقف شيلا بالحق احنا اليوم ما قولنا نعملوها ف هاد نستق ديال الجيلاتين وكيف كتشوفو جت على الوريقة خرج شوية انا تعمت ان نعمل هيدك وغنعملتها من هنا خرج شويش على هاد الاشكال هاد باش كتجي از وقمزي ونوعات يوح المنظر اللي هو جميل ماشي بالضرورة نعملوها غيف نستق نقدروا نخرجوا منا قد ما بغينا ونقدروا نخرجوا منا تشطرف كبير وباقي ان شاء الله نخدم معاكم ذك الزوقات للجيلاتين وفي نفس الوقت قد تكون الزوقات خرجة منه وكيف كتلاحظوا دائما كان نعمل ليزا سترس هو من الولا عاد كان نخدم الزوقات مثلا الحجار او لأي حاجة الحق هاد مرة خدمت الزوقات هي الولا علاش باش نقدر نخرج منه شي تريف او لشي حاجة وما يكون شي عندي مشكيل مرة مع ليزا سترس وبالنسبة لي سترس اللي بنات لكي ساقسي ونيا سترسل ثلاثين درهم كامل ما تشري واشي بالمترو حي تشوح السيدة قتلي شرته عشرة درهم لمترو عشرة درهم ربز زافره رولو كيكون في شي تسعد بمترو وبالتلاثين درهم وبالنسبة للناس اللي كي ساقسيوني على الدورة ديال العنق هاد نصه كيكون غير ديال جلال بدابة حاليا اللي كان عمل معاكم وان شاء الله هاد سيمانه غنعمل معاكم ديال القميس بالدورة ديال العنق وكل شي وغنعملكم واحد الفيديو فيه الطريقة ديال التركب اللي غنعمللكم ان شاء الله هاد سيمانه اللي دخله وبالنسبة اللي بنات اللي غي ساقسيونيش حال شريت هاد الوريدات هادو هاد الوريدات شريتهم ثلاثة درهم للوحدة وهنايا كيف كتشوفوه هنايا جوج ديال الوريدات يعني استدرهم هني في هاد نصوق وكين اللي كي بيعهم حتى بخمسة درهم وبالنسبة لهاد الوريدات تقدرو تخدمو بهم زاف ديال الحاجات منهم الشيلان وحالي قلتلكم شاء الله هاد سيمانه نخدم معاكم واح الموديل ديال الشيلان بهاد الزوقات وتشوفو الطريقة كيفاش كي جوا مزيونين وفي نفس الوقت كيتقامو اقتصاديين كيتخدمو بهم حتى الشمع كي جوتاه مراقيين وبواح المنظر اللي هو انيق ومزيون وكي جين بادل بزف قدروا نعملوه للعرايس بزف ديال المناسبات شاء الله هاد بنعملكم واح الفيديو خاص ديال الشمع ديال حضور ومناسبات وبهاد الزوقات هادو وان شاء الله هنشرح لكم دكشي بتفصيل الموميل وهنايا كيف راحطو من بعد ما لصقت ليسترس هنايا هاد طريف ديال الزوق اللي خارج هنايا جاني ما لصقت شعلي هاد ليسترس بالمرة هنايا بش قلتلكم انا كان بغي نخدم الزوقه هي الولا عاد كالصق ليسترس وبالنسبة لفتيحة ديال العنق حتى هي غنخدم غير طريف ديال اللي استرس موح تجي تيجاه عفوا واتيجاه اخر ما نخدم لوشي علاش هيتش جتني تم الزوق وبالنسبة للناس اللي كي قولوا لي كنتي حتى تقطع الحشيات ديال الجيلاتين عاد تخدم عاد تروش الكافير في الوص باش ما ذاك الحشيات ما يديو ليشي واح الكمية اللي هي كبيرة ديال الكافير أنا علاش ما كان كنرشو هيداك في ذاك اللويل حيتش تصوير شوية كي تدي الوقت يعني ما كي تصوير شي ضغيات تصوير انتو ما عارفين لذالك باش ما يبرد ليشي الجيلاتين او لشي حاجه كنرش ذاك الكافير حيت كيفك تعرفو خستين الساقلي مزيان كيكون الساقة باقي طريية وجديدة وهنايا كيفك تشوفو كنعمل هاد الحجيرات هادو اللي على شكل بويضة دخلتم في الوين ديال غوز بيبي ودبهنايا من بعد ما سالينا الزوقة ديالنا صافي يعني ما بقي لنا تشي حاجه ورشينا هاد الدميعة هادو هاد الحجيرات هادو اللي هما كيعملوا الباكية ديالهم كتعمل ستين درهم باكية وفيها ميتين حبة من سالينا وصافي شفت مواطع اللي خسني الرش فيهم هاد الدميعة هادو باش يجي وشكيل ديالهم مزيوان وكل شي وبالنسبة اللي استراصر عملتهم بابي ديال الشعلة باش يجي معا اي لون ودبهنايا كيفك تشوفو كالرش هاد الكبير هادو بهادو الطريقة هادو كيفك تشوفو في الفيديو باش نغطي داك الفارغات بالمارة هاد الزوقة هادو عملت بسيطة وفي نفس الوقت اهم حاجة هي مبدلة والتبديل هو شي حاجة اللي كيميز اي خدمة اي واحد اما اذا خدمتي خدمة بحل هادو بحل هادو بحل هادو ما كيكون عندك تمالات ميز لت شي حاجة وما كتقدر ما تتبع لك شي الحاجة ديالك علاش حيتيش الحاجة اللي كتكون ضايرة في السوق بكثرة وبزاف صعيبة باش تتبع الحق الحاجة اللي كتكون قليلة في السوق ضروري ما كتبع لذلك دائما اعتمد على عقلك وتفكر ديالك وحاول انك تبتكر شي حاجة انا في الاول ما كنتي اللي تعلمت وما كنتي عارفة فين كتبع رشيمات وبزاف ديال الحاجة وما كنتي كان عارفة نخرج رشيمات بيدي او لا نرسم او لشي حاجة في الاول كنت كان نقل بعد نوبة رشيمات من الضربية او لا ملحيطة او لا منشير واق يعني موح الحاجة اللي هي بسيطة كان بقى نشوف فيها ونقول هادو اقد جيني مزيه هنا وكان بقى نحاول اناني نتبع عليها باش كان نهزه نايا كيف كتشوفوش ببرتد الوريدات اللي معقلش على التامن ديالو مصارحة وقيلة درهم او لدرهم وخمسين غير هكدا مويمو ما كيتبعو عن جامل مول جوهر طبعة الحل هو الصارحة كيعمل اتمينة مزيونا والصارحة اتمينة ديالو متجبروها عن تا واحد هادشي بشاهدة ديالي اللي انا كنعرفوها دي سينين الشاهدة للجامع اللي كيت تخرم عندو ودابا نخليلكم النمراء في تعليق ديالي اللي غنحليه لكم وغنحلي لكم النمراء ديالو بالنسبة للناس اللي كي ساقصيوني على النمراء ديالو بزف قد لكم كالسقو هاد هذا كيف كتشوفو يعني جيلاتين كيدخول فيه ليبرا كدخول فيه ليبرا بسهولة حق هذه ليبرا ديال جوهر نمه الرس وكندخل فيه ليبرا كدخول فيه يعني ما كينش مشكل بالمرة انتم كيف كتشوفو كندخل خيطو ليبرا بسهولة وما كانت عندما تشي حاجة بغيت نلصق في هاد الوريداس بش كي يجيو شويش خرجين وكيعطيو حشكل اللي هو مزيون كيف لاحطو زواقه الأصلية باهته شوية حيتش فيهاش اللوينات بغيت ندخل شوية الحيات اللي هي هاد الوين اللي هو القرونة باش بحليك يقولو حليك تحييها حليك تعطيها واحد جمالية لهاد الوريدة هادي اللي كتشوفو ويدلا حطورة من بعد ما ركبت للوريدة و هاد الزمرد لعطاها وحشكل اللي هو مزيون و اللي هو أنيق من بعد وطبيعة الحال غنعمل لهاد البرلات اللي كيتبعو غيب العبار هادو عاديين مزيوني انتهو ما غرش لشويش هنية هيدا بعدين وصافي وغيكون هادا هو الشكل النهائي وبطبيعة الحل حل دائما نبغيكم تكونوا دايما قويين ودايما شجاعين انا كتحمقني المرأة اللي قوية اللي شجاعة اللي تشي حاجة ما تحطمة حيتش الدنيا هيدا بغت في اي خدمة كتخدمة زيد تطوار من راسك زيد فتش على حاجة زيد بتاكر من الحاجة اللي انتينة كتعرفهم وتيق في نفسك باش الناس يتيقوا فيك وعز الخدمة ديالك باش واحد اخر يعزه ويعطيك التامل اللي انتينة كتتسحقه واللي كتخدم له وما كيخلصك شي ما تعاود شي عاد تخدم له حيتش انتينة مشي كتساعة عندو غرنتينة عندك الخدمة وعندك الصنعة بغى تبارك الله ما بغى شي ما تخدم له شي وبالنسبة للناس اللي عندهم محلة ديال الكرة وما عندهم الحوي جباليين اولو شي حاجة حاولوا انكم تجددو حيتش تجديد شي حاجة اللي هي مزيونة وما تحاولوش يتاكلوا راس المال حيتش هيدك ليتي راس المال راكي هرسك بالمرة وما تفشلش بالمرة ودايما حاول 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 حتى توصل للهدف اللي انتينة بغايا وكنتمنى يعجبكم الفيديو ونكونخفي فوض ريفة على قلبكم وكنشكركم بززف على التعليق ديالكم اللي مزيونة واللي كتفرحوني بها دائما واللي خطيكم عليها والله يعطيكم مفنية ديالكم ودايما بغيو الخير للناس بش ربي دايما يجيب لكم الخير وشكرا مرة اخرى ويبي مع السلامة الى فيديو جديد ان شاء الله